اهلا بحضراتكم من جديد عايز اتكلم مع حضراتكم عن مباراة الاهلي والانتاج الحربي عايز اقف قدام لقطتين مهمين في المباراة دي المباراة اللي فاز فيها الناد الاهلي 3-2 على الانتاج الحربي في السواني الاخيرة وبفوز الاهلي يعني فوز الاهلي سبب يعني تعب لناس كتير معاً ده المعتاد الناد الاهلي بيفوز بمباريات وبفوز بالمطلات لكن القضية ممكن القضية ممكن يعني في السواني الاخيرة تعبت ناس برغم من القضية ممكن دي متسجلة باسم الاهلي بصوت عصام الشوالي في مباراة كانت تبع الاتحاد الافريقي مش متسجلة في وزارة التموين يعني اللقطة الاولى هي لقطة الدكتور احمد ابو عبلا وهعرضها معاكم عشان يشوف اللقطة الايجابية واللقطة الحلو مباراة الاهلي لنتاج الحربي اتنين لعيبة من النتاج الحربي دخلوا في بعض الاتنين وقعوا شوفوا رد فعل دكتور النادي الاهلي في اللقطة دي بسرعة شوفوا الدكتور احمد ابو عبلا دكتور النادي الاهلي كان هو الاقرب للخط ما استناش دكتور الانتاج الحربي بلغة الكورة عمل السبرينت جامد جدا هو ده الدكتور احمد ابو عبلا فين جهاز الطبي للانتاج جه بعد الدكتور احمد ابو عبلا وهي دي الروح الحلوة الروح الجميلة لما بنشوف هنا لقطة حلوة اتنين لعيبة دكتور النادي الاهلي هو اول واحد جري بسرعة عليهم ده يبين لك الروح الحلوة وده الهدف من كرة القدم مش الاحتقان مجرد ما تنسى تتكلم عن حقوق الناد لها الناس كلها طلعت تتكلم وتهاجم وشوفنا هي ده الروح الحلوة ولازم من هنا أشيد بالدكتور أحمد أبو عبل اللي قام بيدوره على أكمل وجه في اللقطة دي